السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد على قناتكم عنوال حدقة اليوم إن شاء الله كيف ماشتوا سنقترح لكم باش نوجده بسطلة صغر بجو جديد الأشكال المختلفين الشكل الأول سيكون صغر أو بسطلة رولي والشكل الثاني سيكون الشكل العادي بسطلة المولفين كنديرو تيجوا ولدادين بساف وأيضا مقرمشين شوفوا هما البنات كيف يجوا مقرمشين يعني تيجوا غزارين البنات غير جربوهم ما غاديش ننمو عليهم وأيضا غادي نوجدوهم بواحد طريقة لي سهلة وبسيطة باش ما نطوش عليكم نخليكم مع الطريقة والمقادر اللي غادي ناخدهم في نفس الوقت أول حاجة غادي نحتاجوا لها البنات واحد ثلاثة ديال البصلات لكل حجم ديالهم كبير قطعتهم البنات قيطة علي كيف ماشتوا صغيرة يعني شلطتهم وأيضا تقريبا القياس ديال واحد الكيلو ديالتجاج اللي مقطع والكمية ديالتجاج مع الكمية ديال هاديك البصلات ستبقى حسب العدد اللي بوتو تصايبوش كتير او لا قليل اضفتليهم شوية ديال الزيت شوية ديال الملحة شوية ديال الخرقوم سكين جبير تقريبا معلقة صغيرة عامراء من كل حاجة وايضا شوية ديال البزار سنضيفوا ايضا ضامتي ديال زعفران ولكن عندكم هالبنات زعفران شعرة فارقدوه تقريبا وحد خمسة ديال ديال تقايق في الماء اللي يكون سخون واحد الكاس ديال اللي عنبه ديال ما يكون سخون وهو باش غادية تسقيوا في الاخر لامريقات ديال كم باش تحطوها اضفت ايضا البنات واحد لعوية ديال القرفة شوية ديال القزبور شوية ديال المعدنوس وايضا واحد لامعلقة صغيرة عامرة ديال السمن وانما كانش عندكم تقدروا تعوضوه بضامتي ديال السمن ولكن غير كيمية قليلة مش ميجيكم شو مجهد في هذه كبسطيلة ديالكم سقيت هذيك المريقات بواحد الكاس ديال الماء سوف نسد الطنجرة ديالي وسوف نحطها فوق من النار وخليها الطيب هنا يا البنات غير بدأت تغليه وحاولت اني نقلب هذيك الدجاج باش توزع مزيان هذيك العطرية و هذيك اللقامة سوف نخليها البنات طيب وحده مدة تقريبا ما بين الساعة حتى الساعة على حسب الدجاج ديالكم واش كبير واش صغير واش شي طيب دغية او ليلة هنا البنات بعد ما طاب الدجاج مباشرة غير كي طيب الدجاج سوف نحيدوا من هذيك المريقة باش نحيدوا لي هكال العظم ديالو نقيهم زيان ونفرتكوها قطاع صغيرة و هذيك المريقات تنزيدوا على معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات مع شوية ديال القرفام تحونا تقريبا رأس ديال معلقة كبيرة بالنسبة للسكارة البنات فتقدرو تستخدموا العسل الى كان عادكم العسل الحور باش تعوضوه خليت هذيك المريقة حتى تعسلات ليه مزيان البنات سوف مباشرة ضفت ثلاثة ديال البيضات باش نضيفهم بالتدريج و كان مقاوتا نحركم زيان في هذيك المريقة حتى تنشفلينا و ما يبقاشنا البيض بوحده و المريقة بوحده سوف نقول لكم شكل ديال كيف يبقى شوفوا البنات شكل ديال كيف يبقى سوف نضوزه باش نطحنوا اللوز بالنسبة للوز كيلي تيبغي قليه كيلي تيبغي حمره غير في الفران انا هنا حمرته غير في الفران و خليتوه حتى برد ضفت عليه شوية ديال السكر مع شوية ديال القرفة يبقى حسب الضغط و اضحنته سوف نخدم الورقة ديال الفيلو باش نخدمها بورقة ديال الفيلو هنا البنات بزف ديال بناتكي يعاني و من الورقة ديال الفيلو يعني اللي غادي تتخدموها اول مرة فالطريقة ديالها سهلة و بسيطة فقط ما تخلي واش نشف مباشرة غادي تتخذو دكشي اللي بغيتو تخدمو به والباقي تردوه نيشا المجمد بالنسبة للبنات اللي ديال هنا في المجمد فيخلي واحد تتطلق مزيان عادة باش يخدمو بيها هنا يخليت الكمية اللي غادي نحتاج قسمتها على 4 يعني تتكون ورقة فوق من ورقة تنجمعوهم كامل وتنقسموهم على 4 وتنبدو تنخدمو بهم اول حاجة خليت واحد الورقة من هذيك الورقة اللي قطعناها و من بعد دهنتها بالزيت تقدرو الدهن واحد تبز بدلا بغيتو اللي متوفر عندكم البنات تحتوي نفس النتيجة قدرت شوية اللوز شوية الدجاج اللي حيدنا له العظمة البنات و قطعناها الطريفات صغارين يعني فرتكناها صغير و من بعد ضفت شوية من هذيك المريقة اللي جمعناها بالبيض هنا يخذت الورقة التانية البنات او لا يعني ورقة واحد اخرى هي اللي غادي نديرها يعني غير جوج ديال الورقة كلها بسيطلقها هكا بشجدك الورقة مقرمشة و ما تجيش معجنة من الداخل غادي نبقى دائما تبدهنها بالزيت او لا كيف قلت لكم اما الزيت اما الزبدة اما مخلطوا يعني ما بين الزيت و الزبدة يعطيون نفس النتيجة سوف هدا وشكل ديال غادي نحطها فلاطة اللي غادي تدخل فران هدا الشكل العادي ديال بستيلة البنات طريقة ديال وسهلة و بسيطة فقط ما تكتروش هذيك الورقة ديال فقط جوج ديال الوريقات كافين بجيكم هذيك الورقة قلت لها مقرمشة و مجيكم هذيك معجنة في السيف ديال الورقة الداخل هنا البنات غادي نخدموا السيقار خديت الورقة الليولة دهنتها بالزيت نباتية و حطيت فوق منها الورقة التانية و ايضا دهنتها بالزيت نباتية غادي نديرو شوية ديال اللوز و من بعض غادي ندفق منه دجاج مقطع صغير كل ما قطعتوه صغير كل ما كان احسن و كل ما تيجيزوين فوسط هذيك البستيلة و من بعض ضفت هذيك المريقة كيف كنت لكم اللي اجمعناها ببيض و قدي نجمع التي السيقار مباشرة غادي غادي هديه غادي نحطوه قهوة غادي ندخلو الفران غادي نشعلو عليه الفران من التحت نخليهم حتيبنهلي بان هم تحمروا من تحت عادة باش نشعلو عليهم من الفوق و ن معلوهم ايضا نتحمروا شوية من الفوق و نخرجوهم قبل تقدرو تشعلو عليهم من تحت واليفوق دقة وحدة لحسب الفران اللي عندكم فقط النار اللي تكون التوسطة غادة المهيلة كي يدخلهم طياب مزيان ويجيكم مقرمشين حتى مالداخل هذا هو الشكل ديالهما البنات بعد ما خرجتهم الفران زينتهم يعني بالسكر مع شوية ديال لوز وايضا القرفة هذا هو الشكل ديالهما كي يجيو تيجو مقرمشين والدادين بزاف جربوهما البنات وردو عليا يلي عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسوش انكم تشجعوني بلايك الفيديو ببارتاجهم على الاصدقاء والاحباب وداعموني باشتراك للقناة لكنتو مازال ما مشاركينش وايضا فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات وبالصحة والراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله على قناتكم عنوال حدق